دشنت إدارة ترامب عام 2019 بتكثيف الحراك الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط للوقوف على أهم التطورات وبحث الملفات المتشابكة والقضايا المتداخلة في الساحة العربية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنهى جولته بعد زيارة الكيان الصهيوني وإصداره من هناك تصريحات استفزت الجانب التركي بسبب ما رأته أنقرة دعماً للميليشيات الكردية في سوريا فجاء الرد التركي على بولتون متمثلاً برفض الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءه في تركيا وعلى خط آخر بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولته التي تتضمن زيارة عدد من الدول بدأها بالأردن ومن ثم العراق وثالثاً مصر على أن يكمل الجولة بزيارة كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت أجندة مختلفة وملفات كثيرة بحثها وسيبحثها بومبيو فمن القاهرة أكد التزام بلاده بخطة الانسحاب العسكري من سوريا مع الاستمرار في مواجهة تنظيم الدولة ولم يتطرق إلى الحديث عن مصير حلفاء واشنطن المحليين في سوريا وعلى رأسهم الميليشيات الكردية في أجندة بومبيو بحث الدور التخريبي لإيران في المنطقة حيث أكد من القاهرة استمرار واشنطن مع حلفائها الإقليميين في التصدي لمشاريع إيران التدميرية وسلوكها الإرهابي لا سيما في لبنان وسوريا والعراق واليمن القضية الفلسطينية وما يسمى بتسوية النزاع الفلسطيني الصهيوني والوصول إلى تسوية يسمونها على أساس حل الدولتين ملف آخر يناقشه بومبيو في هذه الجولة ما يميز هذه الجولة أنها تعد أطول جولة لمسؤول أمريكي في إدارة ترامب من حيث مدتها وعدد البلدان التي يزورها كما أن توقيتها المتزامنة مع توتر الأوضاع الإقليمية يبعث برسائل من هذه الإدارة مفادها بأن الدور الأمريكي مستمر بالتصاعد في المنطقة الملتهبة